معي من بغداد دكتور هشام الهاشم الخبير في الجماعات المتشددة مساء الخير أهلا بك معنا دكتور هشام بعد سبعة أشهر إذن من بداية العملية كفترة زمانية وخسارات داعش خلالها وإنجازات القوات العراقية أيضا ماذا نفهم من هذا بداية عن وضع التنظيم الآن؟ يبدو أن هذا التنظيم كل ما ذكره من استعدادات وهيئ له لهذه المعركة لمدد طويلة وأيضا ترك تلك الكتائب الخاصة من الانتحاريين وخاصة من غير العراقيين مثل كتيبة طارق بن زياد وكتيبة الفرقان وكتيبة نهاوان كلها خسرها بعمليات غير مدروسة وأيضا تكتيكاته ومفاجآته القاسية على المواطنين باتخاذهم دروعا بشرية ويتنقل من خلالهم من مكان إلى آخر لم تنجح مع القوات المحررة اليوم انحسر نفوذه إلى مساحة صغيرة جدا ولولا وجود كثافة سكانية لكان من وقت طويل هو فقد قدرته واليوم لا يمتلك تلك المخازن الكبيرة آخر مخازنه التي كان يعول عليها كثير في عملية حاسمة في حي 11 تموز خسرها بعملية مباغتة لقوات الرد السريع العراقية بدأ ينسحب فلوله نحو عمق المدينة القديمة ويترك تلك الأحياء خارج المدينة القديمة إذن هو بدأ يحيز نفسه داخل تلك المدينة لعله يستطيع أن يقاوم لفترة ربما ليست أكثر من أسبوع أو أسبوعين هذا ما قالته القوات العراقية مفروض بأسابيع قليلة جدا نتحدث عن أسبوع أعتقد مضى قالت ثلاثة أسابيع اليوم دكتور هشام إذا ما أردنا أن نعنون أداء داعش ووضع هذا التنظيم الإرهابي على الأرض في هذه المعركة المهمة جدا له معقله في العراق كيف كان مقارنة بوجود سابق لهذا التنظيم الإرهابي فيما يتعلق باستراتيجيته حقيقة انهيار كبير وسقوط خاصة وأن خططه العسكرية لم تمكنه من المبادرة والمباغة هو عجز أن يفتح طريق باتجاه مناطق بادوج حتى يستطيع أن يتواصل مع تلعفر وبالتالي لديه محاولات كثيرة للفرار إما عن طريق النهر فكانت تتصدى له قناصين القوات المرابطة على الضفة الشرقية من النهر وحاول أيضا أن يفتح لنفسه الثغرة باتجاه مناطق وادعقاب أو مناطق الصناعية باتجاه تلعفر أيضا فشلت كل هذه المحاولات الثلاثة وكبدته خسائر كبيرة وبالتالي هو اليوم ليس أمامه إلا الاستسلام اليوم من حي الاقتصاديين كثير من تقارير الداخل أن عناصره بدأوا يسلمون أنفسهم للقوات المحررة أكثر من 15 من هؤلاء الإرهابيين مع أنهم يمتلكون كامل العدة والسلاح لكنهم أصبحوا يائسين من النجاة وبالتالي يسلمون أنفسهم لعلهم يستطيعون الهروب أو يستطيعون أن ينجوا بطريقة ما ولكن إلى أي درجة يعني طبعا موجود داعش في الموصل إلى أي درجة يجب توخي الحذر أيضا مع كل هذا التقدم والتفاؤل من قبل القوات العراقية من هذا التنظيم يعني خاصة أيضا موضوع خساراته سيف ذو حدين يعني ممكن أن يصاعد أن يلعب كل الأوراق الأخيرة نعم هو بالإمكان أن يختبئ ويفاجئ القوات الأمنية في المساء وهذا يحدث تقريبا يوميا كثير مدينة الموصل معروفة بسراديبها مخازن للبيوتات والأهالي هو يختبئ في مثل هذه السراديب وتخرج تلك الوحدات أو فلوله من هنا وهناك بأحزي مناسف ويضربون القوات الأمنية بعد استراحتهم من عمليات قتال نهارية طويلة بالتالي هذه أخطر ما يمكن أن تحذر منه القوات الأمنية فضلا أن بعضهم قد يندس مع المواطنين ويحاول أن يصل إلى هدف ذوقين معسكرية وأمنية ويفجر نفسه كما حدث أكثر من مرة في مناطق حمام العليل والمناطق القريبة من الأحياء التي حررت في أول عمليات التحرير في الساحل الأيمن بالتالي الحذر من هذا الجانب فقط غير ذلك هو لا يمتلك تلك المناورات ولا يمتلك البدائل الكثيرة نعم طيب دكتور هشام عندما نقول بأن داعش يحتل الآن فقط 12 كيلو مترا مربعا من الموصل هذه طبعا مساحة لا تعني الكثير خاصة مقارنة بالمساحات التي تمت سعادتها من قبل القوات العراقية ولكن ما المهم الذي يجب أن نعرفه عن هذه المساحة المتبقية حقيقة ما نعرفه أنه الثمانية بالمئة هي المدينة القديمة وأربعة بالمئة هي خارج حدود المدينة القديمة هذه الأربعة بالمئة أظن يوم أو يومين يتم إكمالها وتبقى تلك الثمانية بالمئة التي هي المدينة القديمة قوات الخاصة العراقية جهزت قوات لم تقاتل منذ ثلاثة شهور وبإمكان هذه القوات بعد تلك الاستراحة أو الوقفة التعبوية تستطيع أن تنفذ الخطة العراقية الجديدة بمهاجمة المدينة القديمة من جنوبها وغربها وشمالها لعلها تستطيع أن تقلل الخسار في أرواح المواطنين شكرا جزيلا لك دائما من بغداد دكتور هشام الهاشم الخبير في الجماعات المتشددة